اشتركوا في القناة اداة البراشتول التي تعتبر من بين اهم الادوات في البرنامج او في القائمة او ادوات الطبعا يمكنك الوصول الى البراشتول من هذه الادات مباشرة بالاضافة الى انه يمكنك التحكم في النافذة الخاصة بها من الجهة اليمنى هكذا من هنا اذا لم تجدها هنا ليس هناك اي مشكل دائما ويندو بعد ذلك تبحث عن اسم النافذة خاصة اذا كنت تعرف اسم الادات يمكنك ان تختار اي اه براش بهذا الشكل اه هنا مباشرة تختار كاستم اه براش اه هكذا مباشرة يمكنك ان تختار اه هذا النوع ايضا من البراش تستطيع ان تعمل به تستطيع ايضا ان تختار النوع الاخير من البراشات الذي يعتبر اه يمكنك اه كباترن اه مثلا اه دعني ارسم اي شيء اريده مثلا اه هكذا اي شيء اي شيء استطيع ان اقوم با اه رسم مثلا اه لا ادري ماذا سا ارسم اه هكذا بعد ذلك اه سوف اقوم بتحديد هذه اهدفها هكذا واهدف اه هاده هكذا اي شيء مثلا لو تريد ان تعدل عليه بعض التعديلات لا يمكنك ان تعدلها عليه لانه لا يفهم بان البرش الذي قمت به كباث وما الى ذلك فحركة بسيطة في الكثير من الاحيان تقوم بها تقوم بالضغط على object بعد ذلك تختار لتعامل اه مع الشكل او الشيء الذي رسمته كما تتعامل مع البنتول بشكل جيد بحيث يمكنك التحكم في اي انكر بوينت تضيف انكر بوينت تنقص انكر بوينت اه تتحكم براحتك في الشكل بشكل جيد جدا وتغير الرسم وما الى ذلك وهذا امر اه جميل اه جدا النقطة الاخيرة او الموالية التي اريد ان اشير عليها النقطة الاخرى يمكنك ان تقوم باضافة اي براش من خلال الضغط هنا بعد ذلك اضغط new brush اختار نوع البراش التي اريد ان اضيفها لماذا سكاتر براش وارت براش اه ليست ظاهرة او ليست متاحة اه ببساطة لانه اه كل من هذين هي الاداتين تعتمد على اساس او شيب معين اه تقول لك امنحني شيب اقوم بعمل البراش على اساسه سوف اتطرق الى هذه النقطتين فيما بعد بعد قليل تستطيع ان تمنحها اسم هذه البراش تستطيع ان تغير الانجل تستطيع تستطيع ان تقوم بتغييرها السايز ايضا يمكنك ان تغير السايز دعنا نختار مثلا هكذا ودعني اقوم بجعلها هكذا تقوم بتسميتها اي شيء تريده ليس هناك اي مشكل وتظهر معك اه هنا مباشرة كما تشاهد اه معي ظهرت خمسمائة وثلاثة وخمسون اسم البراش يمكنني ان احددها واقوم بالرسم بها مباشرة استطيع ان اكتب بها الخط كما تشاهد اه هنا هكذا واكتب لا المهم لا اريد ان اكتب اه اي شيء حتى لا يكون الدرس طويل وانت تركز على الشرح وما الى اه ذلك اه بالاضافة الى الادتين المواريتين او كما قلنا يمكنني ان اه ارسم اي شيء دعني اتي الى الريكتانجل بالزر الايمن للموس مثلا دعني اخطار هذه هكذا قلنا فقط بالاسهم لزيادة اي شيء او لانقاصه من الاسفل والاعلى دعني اتركه متلت هكذا مثلا اه يمكنك ان تتركه هكذا او تتحكم في الباث واي شيء فقط انت حر اه يمكنك ان تضغط هكذا نيو براش هذه المرة كما تشاهد معي فكل الانواع البراش متاحة لدي مثلا اقوم باختيار اه هكذا اه بعد ذلك يمكنني ان اتحكم بالسايز واي شيء من هذه الامور مثلا دعنا اسميها لارك اسم البراش اه هكذا اه استطيع ان اقوم دائما مثل دحة تنت حتى يكون التلوين والرسم اه جيد معك يمكنك اختيار اللون وكل شيء اه اضغط اوكي بهذا الشكل بعد ذلك اختارها واختار البراش اه هكذا ودعني ارسم فشاهد اه كيف اه يمكنني هذه المرة ان اتلاعب في القيم الخاصة بها اضغط مرتين متتاليتين اه هنا اه دعني اختار اولا او صغير الارت بورد قليلا امسح اه هذه لا احتاجها اه بعد ذلك اضغط مرتين متتاليتين هنا يمكنني ان اتلاعب في كل هذه القيم في السايز انا لم احددها لذلك اه لا يطبق عفوا ليس المشكل في انني لست محدد وانما اه لست اه عامل تشك على البريفيو بحيث مدم لا اعمل تشك على البريفيو فمعنى لا وجود لكل التغييرات التي اقوم بها بامكانك في كل مرة ان تتلاعب في هذه القيم وتلاحظ التغيرات التي تحدد في كل مرة ليس هناك حاجة لشرحها كلها واحدة واحدة ويصبح الدرس اه روتيني وممل جدا يقول لك هل هذه التغييرات التي احددتها هل تريد ان تحصل على براش جديدة او تريد تطبيقها مباشرة في البراش الذي انت مختارها لذلك دعنا نقوم بعمل فقط فانا لا اريد تطبيق اي شيء يا صديق يمكنك ايضا ان تحدف اي براش هكذا من خلال اضغط على سلة المهملات تحديدها واضغط على سلة المهملات هكذا بشكل جيد او يمكنني ايضا ان اضيف نيو براش مباشرة من خلال الضغط على هذه الايقونة وانتهيت واضيف اي براش يا صديقي نفس الامر بالنسبة لهذه الانواع من البراش فقط اريد ان اشير الى نقطة لسا هناك حاجة لاعادة اه كل الامور اترك لك الحرية في الاكتشاف والتصفح فقط اريد ان اشير الى اه نقطة بشكل سريع تمام تمام اه هكذا دعني ارسم مثلا اه اقوم باختيار لماذا لا يظهر لان القيمة اه صغيرة جدا دعنا مثلا اختار خمسة وتلاتون او ربما خمسة وخمسون او شيء من هذا القبيل حتى تظهر بشكل جيد بعد ذلك اتي الى البراش دائما وابدا اتأكد من اني محدد الشيء الذي اريد ان اعدل عليه دائما اتأكد اني محدد الشيء الذي اريد ان اه اعدل عليه بعد ذلك اتي الى البراش واختار واطبق الباترن عليه دعني اعمل زوم لتشاهد انه اه تطبق الباترن اه في اه اه داخل اه سايز او ستروك الخاص بالمربع دعنا نقوم بتكبير قيمة ستروك حتى يظهر بشكل اكتر ويظهر بشكل جيد اه هكذا كما تشاهد فهو مطبق الان في ستروك المربع اه هكذا بشكل اه جيد ايضا فيما يخص اه الباترن يمكنك ان تضيف اي شيء اه تريده هو مثلا تحمل اه لوغو او شعار من النت اه دعنا نقوم بتحميل شعار بشكل سريع لا اريد ان اري ذلك في الفيديو حتى لا يكون درس ممل اه مثلا حتى لا اكون الدرس طويل وممل اه دعني اقوم بتطبيق هذه بشكل سريع لم اجلب لا لوغو ولا شيء اه هكذا اه هكذا بعد ذلك تأتيك الخيارات التي يمكنك ان تطبق عليه الباترن باترن بعد ذلك تستطيع التلاعب في اه هذه الخيارات وكل شيء في اه كل مرة سوف تشاهد اه كيف يتغير الشكل مثلا في هذه الحالة يقول لك كيف تريد من الزاوية ان تأتيك شاهد كيف تغيرت هذه الزاوية اه هنا كيف تأتي اه هذه الزاوية ايضا مثلا اه يقول لك انه لا وجود في هذه اي شيء مثلا دعني اقوم بالتغيير واشاهد كيف التغيير في النهاية في البداية في كل مرة تستطيع ان تشاهد الفرق تستطيع ان تقوم بعكس او اي شيء اي شيء اعتقد انه بامكانك دائما اه التعديل ومشاهدة التغيير فقط دائما تأكد من ان تقوم بعمل وتضغط وتظهر معك بشكل جيد يمكنك ايضا ان تضيف مجموعة اه هائلة من البراشات او المكتبة الخاصة ببرنامج طبعا تفتح في كل مرة وتتصفح انواع البراشات الموجودة اتركوا لك الحرية في اه تصفحها واكتشافها بنفسك اعتدر على عدم جلب اللوغو لاعطيك نماذج جميلة كيف تقوم بتطبيق الباترن على الدوائر والمربعات ولكن عذرا لضيق الوقت اه اسف على هذه السرعة في الشرح اصلا الهدف من الدورة الشرح الشامل للبرنامج في اقل واقصر وقت ممكن كان هذا كل شيء في حلقة وموضوع اليوم اتمنى ان لا تبخلوا علينا بالضغط على الزر لايك كومنت اسفل هذا الفيديو اشترك في القناة اذا كانت هذه اول مشاهدة لك للرقم فارس حتى القاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد بعد قليل ان شاء الله او يوم غد سلام ترجمة نانسي قنقر